بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أموه الله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بقي في حديث معاذ رضي الله عنه وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها معاذ أن يقولها في دبر كل صلاة اللهم يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن العبادة أيها الإخوة تطلب من الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على أداء هذه العبادة وأن يعينه على القيام بها حق القيام بعض الناس أيها الإخوة تجد أنه يصوم رمضان ونحن في شهر الصيام ولكنه تجد أن لسانه يفري بالأحياء والأموت وسمعه تجد أنه لا يمل من سماع الأغاني والموسيقى وغيرها وبصره تجد أنه لا يفتر عن أن ينظر إلى ما حرم الله من النساء العاليات الكاشفات المتبرجات أو غير ذلك أو خائنة الأعين قلبه تجد أنه بغيض على إخوانه يحمل الحقد والضغينة وهذا الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش تجد أنه يصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب ومع ذلك تجد أن هذا الصيام ما أثر في أخلاق هذا الرجل وما أثر في سلوك هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعي طعامه وشربه يعني أيها الصائم ترى لا تظن أن الصيام مجرد الصيام أنك فقط تمسك على المأكول والمشروب لا لا الصيام أعظم من ذلك الصيام سلوك الصيام أخلاق الصيام استشعار بعظم هذه الشعيرة تقبل على الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم الأعمال التي كنت تعملها في السابق يكون شهر رمضان انطلاقا لك في تركها والابتعاد عنها لأن الشياطين إذا جاء شهر رمضان فتعت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم من فضل الله جل وعلا وعلا وكذلك أسرت الشياطين الذين كانوا وسوسون للإنسان في غير رمضان تجد أنهم مأسورين في رمضان فلا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الصائم إلا إذا أوصل هو نفسه أوصل نفسه إليهم ولذلك الشياطين الإنس ربما أعظم من شياطين الجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سفر فالقول قرورا ولذلك الصيام إحسان الصيام وحسن عبادتك الصيام عبادة كيف نحسن هذا الصيام حتى يكون عند الله جل وعلا مقبولا نحسنه أن نبتعد عن الآثام والمعاصي صغيرها وكبيرها أن نقوم بفريضة هذا الشهر بالقيام بأداء الصلاة مع المسلمين بالقيام في بيتك إن لم تستطع أن تقوم مع الناس في صار الترويح للإنسان أن يقوم في بيته وكذلك بعض الناس ربما أنه يعني لا يرتاح أنه يصلي مأموما ويرتاح أنه يصلي إماما فلاه ذلك أن يصلي في بيته ويطيل الصلاة كذلك على الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن هذا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان فلذلك يدام الإنسان على أداء النوافل كذلك شكرا لله جل وعلا على أن يسر الله جل وعلا لك هذا الشهر وكنت أدركت هذا الشهر ولم يدركه غيرك أين الذين صاموا معنا في الأعوام الماضية تجد أنه مرتاح له وأنت أنعم الله عليك أن كنت من الصائمين والصيام جنة يستجن بها يستجن بها العبد من عذب الله جل وعلا ومن النار من صام يوما في سبيل باعد الله وجهه عن نار سبعين خريفا هذا صيام يوم واحد فكيف بشهر رمضان الصوم يقول الله جل وعلا الحديث القدسي الصوم لي وأنا الذي أجزي به هذه من الأعمال الصيام من الأعمال التي لم يبين الله جل وعلا فيها الجزاء كغيرها من الأعمال إنما جعلها مدخرة له سبحانه والله كريم وسيجازي على هذا العمل الشيء العظيم مثله مثل الصبر حينما إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب مثل العفو عن الناس والعافون عن الناس ينادون من بطنان العرش يوم القيام أين الذين واجب أجرهم على الله فيقوم العافون عن الناس وكذلك الصيام لله جل وعلا فعلى الإنسان أن يحسن في صيامه لا يخدش صيامه بالنظر إلى ما حرم الله أو بالقنوات الهابطة أو بالأفلام الإباحية أو ما أشبه ذلك لا يصون نفسه حتى يكون محسنا للعبادة وحسن عبادة الصلاة مثلا أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن الرجل ليصلي ستين سنة لا تقبل منه صلاة واحدة الأمر عظيم قالوا كيف ذلك يا أبا هريرة قال لا يتم لا ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قشوعها وهذا كثير تجد الإنسان حينما يكبر تبدأ الوساوس تشتغل مع الإنسان وتجد أن جسده في المسجد وقلبه خارج عن المسجد فالله جل وعلا لا يستجيب ولا يقبل هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له لا نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها ولا يكتب له إلا ما عاقل في صلاته ربما أنه يسلم من الصلاة فيستذكر ويرجع قلبه أنه مع الناس يصلي حتى أن بعض الناس اختلفوا في المسجد الإمام مع الجماعة اختلفوا كم صلوا قال بعضهم صلينا أربعا وقال بعضهم ثلاثا وما وكل يدري بدلوه فأتى أحدهم من آخر المسجد فقال أنا عندي يقين أننا صلينا ثلاث ركعات قالوا كيف ذلك؟ قال أنا عندي أربع دكاكين الدكان الأول صفيته في الركع الأولى والثاني في الثانية والثالث في الثالثة الرابعا ما جيت الدكان الرابع هذا هو الدليل الذي جعله يوقف أنهم ما صلوا إلا ثلاثة لذلك يجب علينا أننا حينما نقوم لله جل وعلا بالصلاة ولذلك الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة وقوموا لله قانتين فحينما يقوم يكون قلبه خاشع متذكر لهذه الصلاة مستوعب لها أنا عمر رضي الله عنه يقول إن الرجل لا يشيب في الإسلام شيبة يطلع شيبة ولم يكمل لله ركع واحدة ركع واحدة ما قبلت له ما يكملها قالوا كيف أمير المؤمنين؟ قال لا يتم لا ركوعه ولا سجوده ولا خشوعه تجد أنه يقرأ الفاتحة ما يستشعر بما يقرأ ما يعرف معانيه ولذلك يجب علينا أن نتعلم تلك المعاني التي في الصلاة الحمد لله ما معناها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستحيل حينما نكبر ما معنى أنه نكبر هذه لفظة التكبير ما معناها حينما نقول سمع الله لمن حمده ما معنى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدك حينما نتعرف نتعرف ونتعلم على حقيقة هذه الألفاظ ومعاني هذه الألفاظ فإن هذا يزيد فإن هذا يعني يحثنا و يقربنا إلى أن نؤدي العبادة كما أمر الله جل وعلا ولذلك أبو حامد الغزالي يقول إن الرجل يسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله سبحانه ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلده لهلكوا جميعا قالوا كيف ذلك يسجد لله ومع ذلك يا أهلك قال يسجد برأسه يعني حركات بين يدي مولاه وهو منشغل القلب لاهي بالمعاصي والشهوات وحب الدنيا وهذا كثير تجد أن الإنسان يعني حتى ربما الإنسان يمر عليه هذه الشيء فيدفل عن يمينه عن يساره ثلاث تفلات يتعوذ بها من الشيطان يأتيك الشيطان يوسوس لك الشيطان في صلاتك ويحاول أن يضيعك عن صلاتك تجد أنه يسجد وقلبه ليس مع السجود أنت إذا وقفت فإنما تقف بين يدي الله والصلاة صلة بين العبد وربه تستجعر عظيم وقوفك بين يدي الله جل وعلا فلا تفكر في غير الصلاة ولا تتذكر في غير هذه الصلاة بعض الناس مع الأسف حتى أنه ربما أنه يعقد الصفقات التجارية في صلاته وربما أنه لا يتذكر مشاريعه إلا في صلاته وربما كذلك يخطط على معصية الله وانتهاك حرومة الله وهو مصلي وهذا الإنسان يعني ما كسب من صلاته كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وكم من قائم ليس من قيامه إلا السار والتعب فعلى الإنسان أن يبذل ويجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبل لن يجتهد في أداء هذه الصلوات كما أمر الله نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر